أصدراء الوزير والأول عبد العزيز جراد أمسي تعليمة لأعضاء الحكومة والولاد توضح شروط تنقل الأشخاص بالولايات المعنية بإجراءات الحجر الكلي أو الجزئي وتلك المتعلقة بمنح الرخص الاستثنائية في إطار الحد من تفشي وباء كورونا مثل ما أفد به أمسي بيان لمصالح الوزير الأول وفي هذا الإطار وقصد السماح بسير أمثل المصالح ذات الطابع الحساس الموجهة لضمني التكفل الصحي وكذا تموين السكان فقد تقرر ما يلي ضرورة تنسيق الولاد مع مصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الترخيص بالتنقل داخل نفس الولاية للأشخاص التابعين لقطاع الصحة العمومية والممارسين الخواص للصحة وذلك بمجرد استظهار بطاقتهم المهنية إبقاء الصيدليات مفتوحة خلال الليل خصوصا بالولايات محل حجر صحي وفق نظام المداومة المعتاد لا اشتراط لرخصة مسبقة فيما يخص تنقل أشخاص لقضاء حوائجهم قرب مقر سكانتهم لا اشتراط لرخصة مسبقة فيما يتعلق بضروريات العلاج الملحة ضرورة استمرار أسواق الجملة للمواد الغذائية والخضر والفواكه والمذابح في نشاطها بصفة عادية وبالتالي لا تخذع نشاطات تسليم البضائع بما فيها تلك التي تضمن التسليم داخل الولايات المعنية بالحجر وضع نظام خاص بتطهير وسائل النقل حيز التنفيذ مثل ما يجب أن يتم تنفيذ قواعد للوقاية الصحية في هذا النوع من الأسواق على مستوى ولايتي البوليدة والجزائر هذه الإجراءات تدخل في إطار التدابير الوقائية التي أمر بها رئيس الجمهورية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19